أهلا بكم ويوم كثيفة وماطرات هم عدد من المناطق الشمالية ويتوقع خلال الليل نزول أمطار وزخات بكل من طنجة واللوكوس وبالريف الغرب وأيضا بالسعيس وبعد القطرات المطارية أمطار ضعيفة محتملة بالسهولة الشمالية والوسطى وبهداب الفصفات والماس وأيضا بشمال منطقة الشرق وبالأطلسين الكبير والمتوسط وغدا صباحا تساقطات مطارية ضعيفة مرتقبة بطنجة واللوكوس والريف وبالسعيس وبالأطلس الكبير وأيضا بي والماس قطرات ضعيفة ومتفارقة محتملة بالواجهة المتوسطية وشمال منطقة الشرق وأيضا بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والسهوب رياح قوية بطنجة الريف بمنطقة الشرق بالأطلس وبشمال الأقاليم الجنوبية غدا بعد الظهر أمطار ضعيفة ومتفارقة ستهم طنجة واللوكوس والريف ورياح قوية متواصلة بالأقاليم الجنوبية بمرتفعات الأطلس وبالجنوب الشرقي مع تطاير رمال محتمل وسماء غائمة بالشمال وبمنطقة الشرق وقليلة الصحوب لمشمسة بباقي جهات المملكة بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل خلال الصباح إلى 6 درجات بيفران 14 بجدة و20 متوقعة بالرشيدية و17 درجة بكل من العيون والداخل غدا بعد الزوال ستسجل 32 درجة بالرشيدية ورزازات 17 بيفران و23 درجة بالدار البيضاء يوم الاثنين سيكون الجو غائم بطنجا واللوكوس مع قطرات مطارية محتملة وسماء ستكون قليلة الصحوب إلى الصافية بباقي الجهات يوم الثلاثة ستنزل أمطار وزخات بالسهول الشمالية والوسطى أيضا بالريف وبالأطلس نشوف الآن حلص البحر بالواجهتين البحريتين للمملكة غدا بحر قليل هيجان لها إجب الواجهة المتوسطية وبالبغاز وكذلك على طول السواحل الأطلسية للبلاد اشتركوا في القناة